السلام عليكم ازايكم عاملين ايه اهلا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنراجع بقى على درس الاكسجين المرة اللي فاتت واللي قبلها اخدنا درس الاكسجين على two parts هسيب لكم الجزئين بتوعه في اخر الفيديو في ال end screen النهاردة بقى هنحل اسئلة المعاصر هنحل شوية من complete وهنحل شوية من choose وشوية من true or false وشوية من scientific term وان شاء الله هحاول اعمل لكم يعني فيديو لل give reason بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا بسرعة هتلاقوه زرار احمر موجود تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك او subscribe وفعلوا علامة الجرس اللي جنبيه واعملوا like للفيديو لو عجبكو وشير لكل صحابكو عشان يستفيدوا يلا بينا نبتدي احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاكسجين وقلنا اول حاجة الاتموسفير اللي هو ده الكافر اللي حوالين الارث وده عبارة عن mixture شوية جازز كده مع بعضها النايتروجين وده 78 الاكسجين 21 وفيه الكاربون دايكسايد والوتر فيبر وفيه جازز تانية زي النيون والهيليوم والارجون دول 1 تمام ده كده بالنسبة للجازز اللي في الاتموسفير قلنا اهمية الاتموسفير ده ان هو بيحمي الارث من الالترا فيلت رادييشن اللي هي الاشاعة البنفسجية الضرة بان هو بيعمل لها absorb بيمتصها تاني حاجة adjust the temperature of the earth بيزبط التمبريتشر او درجة حرارة الارث اتكلمنا بقى في الدرس على الاكسجين بس ان شاء الله الدرس اللي جاني تكلم على الكاربون دايكسايد قلنا الاكسجين نسبته 21 اللي هو يعتبر 5th air volume وهو عبارة عن 2 atoms of oxygen اهو O مع O بيدينا الموليكيول اللي هو الاكسجين O2 اللي هو جزيء الاكسجين الاكسجين بقى بنجيبه منين بنجيبه من ال green plants اللي هي النبات بيعمل عملية اسمها photosynthesis process بياخد sunlight والكاربون دايكسايد والووتر ويدينا الاكسجين يبقى هو البلانت هو main source of oxygen هو اللي بيطلع لنا الاكسجين الحاجة الاساسية ازاي نحضر الاكسجين ال preparation of oxygen قلنا هنجيب مركب اسمه hydrogen peroxide هنحطه على manganese dioxide هنحطه من الاتنين على بعض المانجيز dioxide ده بس حاجة بتساعد ان التفاعل ده يبقى سريع ويتفكك الhydrogen peroxide بسرعة عشان يتفكك الووتر واكسجين فالمانجيز dioxide ده عبر عن catalyst catalyst اللي هو عامل بس مساعد في التفاعل chemical substance chemical substance that remain that remain without any change without any change in the quantity and structure in chemical reaction in chemical reaction ده كده تعريف الكاتاليست اللي هو المانجانيز dioxide بعد ما بيطلع الاكسجين بيزيح المية التحت وبيطلع فوقيها downward displacement of water ليه بقى؟ لان هو مش بيدوف المية scarcely dissolve in water مش بيدوف المية مش بيشتعل بس بيساعد على الاشتعل heavier than air اتقل من الهواء عشان كده الاكسجين بينزل تحت هو الهواء او الجزس التانية بتبقى فوقيه لو الاكسجين تفاعل مع الماجنيزيوم هيدينا ماجنيزيوم oxide او الاكسجين تفاعل مع اي element هيدينا الاكسجين ودي برضو قلنا قلنا لو الاكسجين تفاعل مع اي حاجة هيدينا oxide يعني مثلا اكسجين وايرد هيدينا oxide تمام الاكسجين مسؤول عن عمليتين مهمين جدا الاكسجين والبيرنين اللي هي الكمبسشن الاكسيديشن دي عملية بطيقة جدا slow لكن البرنينج دي عملية بتحصل بصلعة rapid الاكسيديشن بتحصل ما بين الاكسيجن والالمنت والمويستر اللي هو الووتر هنا بتحصل ما بين الاكسيجن والالمنت بس هنا زي ايه زي الايرن رست هنا زي ايه هنا بقى بيرنينج أو في اي حاجة بتسبب ايه دي بتسبب كروجان أو دامج بتسبب تأكل الحاجة زي كده ما جبنا صورة السفينة اللي بتصدي هنا بتسبب ان الماس انكريز بعد ما الحاجة بتتحرق الماس بتاعها بيزيد عشان هي بتتفاعل مع الأكسجن ازاي يعني نتجنب ان يحصل أكسديشن بان احنا نعمل ندهن الحاجة عشان ما تصديش فما يحصل لهاش أكسديش لكن طبعا البرنينج احنا اللي بنعملوه بنفسي ايه هي أهمية الأكسجن ودي أول حاجة وهم ستة أهمية أول حاجة بنحتاجه في تاني حاجة الكمباشن الأكل في جسمنا بيحتاج ان هو عشان يحصل له كمباشن يحترق واتم عملية الديجيشن اللي هي الهضم بيحتاج أكسجن طبعا المركب بتاع الووتر H2O بيتكون هو فيه جوة اللي هي الأكسجن جاز الأزون اللي موجود في الأتموسفير متكون من ثري أتومز أوف أكسجن بنحطوه في سلندرز وبنستخدموه في الميكانيكال في التنفس الصناعي اللي هي العمليات اللي هو الغطس تحت المية الأكسجن لما بيتفعل مع الاستيلين بيدينا جاز اسمه أكسي استيلين ده بنستخدموه في في اللحام اللي بيلحمو بيستخدمو اللي هو الأكسي استيلين ده وده كده كان درس الأكسجن طبعا اعذروني جدا على صوت يامن اللي في الباكجراوند كالعادة دي أول نقطة تاني نقطة أنا يعني ناس كتير بيزعوا تقول لي نزلي الدرس التاني هتنزلي إمتى يونت ثري يونت تو طب كملي الواحدة طب كده طبعا أنا بعتذر جدا إن أنا مش بنزل فيديوهات بطريقة سريعة بس الفكرة في إيه إن أنا عبارة ما بصور الفيديو عبارة ما بغدو أزبطه يعني حتة إن أنا برضو أعد وصور الفيديو ده برضو يعني بياخد مني برضو وقت فأعد وصور الفيديو بعد كده أزبط الفيديو بعد كده أرفعه على اليوتيوب وده برضو بياخد وقت جبير عشان ارفعه على اليوتيوب وكمان انا بنزل لفور وفايف وسيكس فانا بحاول اسرع على قدم وارفع زروني لو اتأخرت شوية بس ان شاء الله احنا على اخر الترم الدراسي هيبقى كل الدروس عندكم وباذن الله هنراجع برضو في وقت كويس وهيبقى قدامنا فرصة ان احنا نراجع كويس فانتو ما تقلقوش خالص يعني انا معاكم يلا بنا بقى نبتدي ريفيجن هناخد شوية اسئلة شوز اول سؤال بيقول لنا نسبة الاكسوجين في الاتموسفير كام طبعا 21 the most abundant gas اكثر جاز موجود in the atmosphere طبعا النيترجن اللي هو 78 the least percentage in the atmosphere is mixture of اقل نسبة الاكسوجين والكربون داوكسايد الارجون والهيليوم ولا الكربون داوكسايد والارجون ولا الكربون داوكسايد والووتر فيبر واثر جازز طبعا الكربون داوكسايد والووتر فيبر واثر جازز اللي هم الارجون والهيليوم والحاجات التانية دي number 4 the atmosphere contains oxygen nitrogen and carbon dioxide what is the arrangement of these gases according to their ratio from the highest to lowest عايز اعلى واحد لا اقل واحد طبعا اعلى واحد النيترجن يبقى اكيد هنبدأ بالنيترجن بعدين الاكسوجين بعدين الكربون داوكسايد يبقى داو number c صحيح اللي تشوز page 84 which of the following gases is not one of the component of the atmospheric air مش موجودة في الاتموسفير اكسوجين نايترجن كربون داوكسايد امونيا طبعا امونيا احنا ما اخدناش ان الامونيا اصلا موجودة في الاتموسفير number 6 the atmosphere protect the earth because absorb infrared ولا absorb ultraviolet ولا has oxygen ولا presence of noble gases طبعا absorb ultraviolet radiation number 7 the main source of oxygen ايه بقى الحاجة الرئيسية اللي بتدينا اكسوجين طبعا الفوتوسنسز اللي هي بيعملها البلاند بياخد الكربون داوكسايد ويطلع علينا اكسوجين 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 اكيوبايز اباوت نقط اف اير فوليوم طبعا احنا قلنا الفيث تمام كده هنقف لحد هنا في اللي تشوز ويلا بينا ندخل على true or false هندخل على true or false اللي هو page 86 اه وطبعا لازم نصحح الخطأ طالب مننا او مش طالب مننا نصحح الخطأ برضو لان احنا ممكن من قطر ما احنا ما بنصححش الخطأ يجي في الامتحان يجيب لنا صححوا الخطأ واحنا ننسى ومنصححش الخطأ فcorrect the wrong answer number one the atmosphere is attracted to the earth by the effect of gravity الاتموسفير منجذب للأرث عن طريق الجرافتي طبعا صح الجرافتي اللي هي الجاذبية الجاذبية هي اللي مخليها الاتموسفير أصلا منجذب للأرث number two oxygen molecule consist of three oxygen atoms الأكسوجن متكون من three أكسوجن طبعا غلط متكون من two O2 نحط كده خط ونكتب الإجابة الصحفوية number three بصوا بقى الأسئلة اللي فيها أولها كتاب كده دي جاية من كتاب المدرسة ودي بتبقى مهمة جدا وبيبقى متوقع قوي ان هي تيجي في الامتحان فنركز على الأسئلة اللي جانبيها كتاب دي بتبقى جاية من كتاب المدرسة oxygen gas is produced according to the availability of green plants during photosynthesis bruised الأكسوجن بينتج عن طريق photosynthesis اللي هو بتاعت ال green plant طبعا صح oxygen occupies 70 طبعا غلط the nitrogen طبعا ايه انا مش عارفة اكتب عشان انا حتى الموبايل بصور بي فبقى مش ملكة قوي اكتب نكمل الأسئلة هنكمل هنا 5 احنا نقف لحد 12 طيب carbon dioxide gas and other gases represent one of the volume of the atmosphere طبعا صح during photosynthesis bruises the plant absorb oxygen and produce carbon dioxide طبعا غلط العكس the plant absorb carbon dioxide and produce oxygen seven oxygen is prepared from hydrogen peroxide this succated this succates in the presence of carbon dioxide طبعا غلط this succates دي يعني بيتحلل في وجود الكاربون dioxide لا مش في وجود طبعا الكاربون dioxide في وجود manganese dioxide اللي هو الكاتاليست manganese manganese oxide acts manganese oxide act as a catalyst in the preparation of oxygen طبعا غلط المفروض manganese dioxide خدوا بالكو كويس مش manganese oxide لا manganese dioxide nitrogen peroxide nitrogen peroxide decompose into water and nitrogen in the presence of manganese dioxide طبعا غلط مش النايتروجين peroxide الهايدروجين peroxide نحفظ اسمهم كويس واحد اسمه هيدروجين peroxide والتاني المنغانese dioxide طبعا بيطلع water oxygen oxygen gas doesn't burn and doesn't help in burning غلط doesn't burn and help in burning oxygen gas is heavier than air طبعا صح oxygen gas is colorless testless odorless طبعا صح تمام هنقف لحد هنا ويلا ندخل على scientific term سوري انا مكنتش اغضى بالي ان هي مش بينالكو اهو اهو انا مكنتش واخضى بالي ان الانسرز مش بينة في الكاميرا اهو كده باينتهالكو لو عايزين تشوفوها تاني وترجعوها عندكو في البوك هندخل على scientific term هاخد الجزئية التانية من scientific term عشان الجزئية الاولانية على اول الدرس فهنحل بقى على الجزء التاني من الدرس وال scientific term page 89 يلا سؤال 15 يلا كده نبدأ rapid union between يعني زي كده عملية او رابطة كده بسريعة ما بين الاكسجين والالمنت بتدينا heat والايت طبعا اللي بتدينا heat والايت دي الكامبسشن او البيرنينج slow union between oxygen والالمنت ومويستر طبعا دي اكسيديشن chemical substance chemical substance decomposed into water and oxygen during the preparation of oxygen هي بتبقى water واكسجين في وجود الاكسجين طبعا الchemical substance اللي بتتحلل الووتر واكسجين في البرباريشن بتاعت الاكسجين ما نطلق باطش ده الهايدروجين بيروكسايد ممكن حد يتلعبط ويقول لا ازاي ده ده المانجانيز ده يكسايد لا ده بيقولك بيتحلل الووتر واكسجين اللي بعديها جاز is prepared from hydrogen بيروكسايد الجاز ده جاز الاكسجين جاز that molecule is composed of three oxygen atoms طبعا ده الاوزون ونكتب له اوزون ما نكتب لهوش O3 جاز that is consumed during respiration and combustion طبعا الاكسجين بنحتاجوه في ال respiration the way by which oxygen is collected during the preparation in laboratory الايه الطريقة اللي بنجمع بها الاكسجين downward displacement of water downward ازيح الماء التحت displace mint of water معلش هي الكلمة كبيرة شوية بس انا بحاول اخليها تكفي gas combine with oxygen to produce flame whose temperature is suffixion to weld and cut metals يعني هو قصده ان ده جاز بيتفاعل مع الاكسجين يعني هو قصده ان ده جاز بيتفاعل مع الاكسجين وبيدي حاجة بتستخدم في cut weld metals طبعا ده الاستيلين هو عايز هو عايز طبعا اللي بيتفاعل يبقى الاستيلين هو لو كان قال اللي بيطلع كنا قلنا ساعتها انه هو الاكسي استيلين لكن هو عايز الجاز اللي بيتفاعل مع الاكسجين يبقى الاستيلين سوري هنا في واي وانا بقول ال واي راح اتفين اللي بعديها the product substance from the combination of magnesium and oxygen الناتج بتاع تفاعل الماجنيزيوم مع الاكسجين طبعا ماجنيزيوم اوكسايد flame that is used in cut and weld metals ايه هو بقى الفليم اللي بنستخدمه في cut weld metals طبعا ده الاكسي استيلين تمام يلا بينا ندخل ال complete احل شوية الاخرانين من complete اللي هما page 91 عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم ولو في اي اسئلة وقفت معكم انتم بتحلوا ابعتولي السؤال على الفيسبوك بتاعي هسيبهولكو تحت في ال description box ابعتولي السؤال وهجاوبكو عليه ان شاء الله 28 the node layer protect the earth from harm for radiation that comes from the earth طبعا ال اوزون اللي هي طبقة ال اوزون بتحمي ال earth من ال ultraviolet the harm for radiation نقط ونقط from the uses of oxygen استخدامات ال اوزون ممكن نقول in surges و diving in diving او ممكن نقول formation of water نقط gas can be compressed in نقط طبعا ال اوزون بنحطه في السلندر that used for patients who suffer from breathing difficulties اللي هما بيعندهم صعوب التنفس بنحطه في السلندر ونستخدمه في التنفس الصناعي mechanical ventilation oxygen is used in climbing mountains تسلق المونتين because oxygen percentage when we raise above the earth's surface طبعا النسبة بتقل يبقى the percentage decrease لما بنطلع عشان هو heavier than the air Divers use noot cylinders during diving underwater use oxygen cylinder وهم نزلين عشان يتنفسوا oxygen with esteline gas to produce طبعا بيدين oxy esteline oxy esteline flame is used for and noot of metals طبعا cut and weld metals اللي هو لحام وقطع المعدن the temperature of oxy esteline raise raise to noot كم درجة؟ طبعا هو 3000 degrees that is suffixions to melt metals عشان بنستخدمه عشان نسيح PL metals وبيستخدم cut and weld metals انا هقف لحد هنا النهاردة هحاول اعملكوا ان شاء الله فيديو تاني حل في الجيفريزم من اول المنهج لحد الاكسوجين يارب يكون شرحي عجبكو لو عجبكو اعملولي subscribe هتلاقوه زرار احمر موجود تحت الفيديو وهتلاقو بقال 2 parts اللي هم بتوع الاكسوجين هتلاقو first part هنا والsecond part هنا ادخلوا على اي parts واتفرجوا على درس الاكسوجين تاني ورجعوه معايا وعملوا لايك لو عجبكو الفيديو وشير لكل صحابكو عشان يستفيدوا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي السلام عليكم